السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا رب العالمين أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة ابن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين آمين باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي بيان الأخبار الوردة في نعل النبي صلى الله عليه وسلم والنعل وكل ما وقيت به القدم يسمى نعل والعجيب أن فيه كتاب مصنف مخصوص للمقري للإمام المقري يسميه فتح المتعال في مدح النعال يعني كل الكتاب مؤلف مجلد كامل والحمد لله عندي نسخة منه وهو طبعة الهند يبحث على في نعال النبي وصفها وكيف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين آلت هذه النعال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وكيف حفظت واحتفظ بها المسلمون فنتكلم الآن على نعل النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاء الله عن نخير للإمام الترمذي في شمائله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان قبالان يعني كان صلى الله عليه وسلم يعني له سير بين السباب والإبهام وسير آخر بين الوسطى والتي تليها يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم النعل له خطفان يدخلان بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يربطان على صاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم وحول عقبه كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما قبالان وعنه به قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن صفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما مثني شراكهما يعني الشسع النعل اللي هو الرباط بتاعها اللي هو ما يربط به النعل مثنى أو مثني تنفع تقرأها مثنى شراكهما يعني شراكان اثنين أو مثني شراكهما يعني ملتويان يجوز قراءتي على المعنيان مثني ومثنى شراكهما اللي هو بمعنى القبالان في الرواية السابقة وعنه بي قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعليني جرداويني لهما قبالان جرداويني يعني لا شعر فيهما يعني جلد مدبوغ بلا شعر يسموها سبتية ساعات يقول لك إيه نعال سبتية قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنه ما كان نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفظ بهما سيدنا أنس بن مالك تبركا بأثاره الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وعنه بي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية تقول تلبس بفتح البياء ما تقولش تلبس تلبس لأن تلبس معنى تخلط إنما تلبس يعني ترتدي رأيتك تلبس النعال السبتية السبتية اللي هي محلوقة الشعر يعني بلا شعر في جلدها قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها أن ألبسها فأنا أحب أن ألبسها فإذا أحبب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقلده في كل شيء ولو لم يأمره أن يقلده ولو كانت حتى في العادات فكان سيدنا أبد الله بن عمر من شدة محبته وتعلقه بالنبي كان يحب أن يقلد النبي حتى في عاداته صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبيه قال حدثنا يسحاك بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان كما بينا قبالان يعني خطفان بين الأصابع ثم يربط بعد ذلك على ساق القدم وعن أبيه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمر بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين مخصوفتين يعني مضمومتين إلى بعضهما ومخاط بعضهما في بعض وكان النبي صلى الله عليه وسلم من توضعه يخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم يعني إذا تخرق النعل هو الذي يصلحه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبيه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد حتى العدل بين الجوارح فلا تلبس نعل في قدم ثم تسير حفيا بالقدم الأخرى يتحفهما جميعا أو تنعلهما جميعا صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون الإنسان مسخ بين الناس يسير بنعل وقدم أخرى على الأرض بغير نعل بل عليه أن يعدل بين جوارحه وأن لا يكون موضع استهزاء من الناس وعنه بيقال حدثنا قتيبة عن مالك ابن أنس عن أبي الزناد نحوه وعنه بيقال حدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا ما عنه قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة فالأكل بالشمال مكروه لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله على سبيل الكراهة وإذا كان علم أنها السنة أن يأكل باليمين فعاند السنة فيحرم في حقه أن يأكل بشماله وكذلك نهى أن يمشي في نعل واحدة وعنه بيقال حدثنا قتيبة عن مالك حا قال وحدثنا إسحاق قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعلى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع ونكمل في الفصل القادم كيف يلبس وكيف يخلع النعل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا عدنا مرة أخرى لنبين أن في الفقرة السابقة علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا إذا أردنا أن ننتعلى أن نبدأ بِاليمين وإذا أردنا أن ننزع النعل فلنبدأ بِاليستان فإذا أردت أن تُدخل بيمينك في المسجد معنى ذلك أنك سوف تنزع النعل اليمين أولاً وإذا أردت أن تخرج بالشمال في المسجد فمعنى ذلك أنك سوف تلبس الشمال أولاً فكيف تراعي الحديث عند الدخول للمسجد وعند الخروج ذكر الإمام النووي وكثير من العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد عليه أن يخلع اليسرى أولا ويضع قدمه عليها ثم يخلع اليمين ويدخل فيكون في هذه الحالة خلع اليسرى أولا ولم يدخل بها لكن وضعها على حزائه ثم يخلع اليمنى ويدخل وإذا أراد أن يخرج عليه أن يخرج باليسرى ويضعها على النعل فلا يلبسها ثم يخرج باليمين ويلبس نعلها حتى يراعي السنة النبوية الشريفة في مثل هذا الترتيب وعنه بي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره وسبق هذا الحديث وقلنا أن السنة استحباب التيامن في كل شيء شريف واستحباب الشمال في غير ذلك وعنه بي قال حدثنا محمد بن مرزوق عن عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يعني ظل هذا النعل على هذه الهيئة يصنع في الأسواق له قبالان في عصر النبي وعصر سيدنا أبي بكر وعصر سيدنا عمر فتحت البلاد وكثرت الداخلين في الإسلام من بلاد متفاوتة فتغيرت عدات الناس في الثياب فقال وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه فصار بعد ذلك أن نعل له قبال واحد يدخل بين إبهام القدم وبين سبابة القدم على عدد النعال الآن التي نلبسها باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أولا قبل ذلك باب خاتم النبي الذي موجود في الجسد الشريف صلى الله عليه وسلم وهو بين كتفيه من جهة الخلف صلى الله عليه وسلم أما هذا الباب فيذكر خاتم النبي الذي يختم به الرسائل صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي يختم به الرسائل فقال باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من وارق يعني من فضة الوارق هو الفضة بنقرأ في سورة الكهف فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة يعني بفضتكم هذه إلى المدينة اللي هي الدراهم عشان يشتري طعام يبقى الوارق هو الفضة وكان فصه حبشيا يبقى دا خاتم للزينة غير خاتم الذي يختم بها الرسائل خاتم يلبسه للزينة كان فضة وفصه حبشيا يعني حجر ملون من الحبشة وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه يبقى الخاتم الذي كان يختم به رسائله كان لا يلبسه يحتفظ به حتى لا يتشوش الختم الذي في الخاتم قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشي وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر ابن عبيد هو التنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه ده غير الخاتم التاني اللي فصه حبشي يبقى الخاتم اللي فصه منه كان الخاتم الذي يختم به الرسائل فصه منه وعنه به قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى العجم لا يقبلون قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أراد أن يراسل كل زعماء وملوك زمانه صلى الله عليه وسلم يخبرهم بمبعثه الشريف صلى الله عليه وسلم حيث أنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يعلمون صفته صلى الله عليه وآله وسلم فلما أراد أن يكتب ويراسل حكام عصره صلى الله عليه وسلم قالوا له أنهم لا يقبلون رسالة إلا وعليها خاتم فاتخذ خاتما وراعى صلى الله عليه وسلم الأعراف الدولية يبقى أي السنة أن تراعي الأعراف الدولية وما يتعامل عليه الناس فاتخذ النبي خاتما ليختم به رسائله صلى الله عليه وآله وسلم وعنه بي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر يبقى أي محمد رسول الله مكتوب محمد في الأسفل سطر وبعدين رسول في الوسط فوقها والله أعلاها محمد رسول الله تقرأ من أسفل إلى أعلى كان هكذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يختم به رسائله الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وعنه بي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمر قال حدثنا نوح نوح ابن قيس عن خالد ابن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله نعيد مرة أخرى أن السنة مراعاة الأعراف الدولية لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأعراف الدولية المتبعة في عصره وعامل الناس على ما تعودوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعنه به قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه يبقى يسنى أن لا تدخل الخلاء لقضاء الحاجة وأنت معك شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وفي الفاصل القادم إن شاء الله نبين متى يجوز لك أن تدخل الخلاء ومعك ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيراً عدنا مرة أخرى لنكمل متى يجوز لك أن تدخل الخلاء ومعك شيء فيه ذكر لله تعالى إذا خفت ضياعه ثم عليك أن تضعه في مكان تأمن فيه أن يمسه أي قذرات فتضعه مثلاً في جيبك على صدرك أو في مكان بعيد بحيث لا تأتي فيه أي قذرات في هذه الحالة يجوز أن تدخل الخلاء بشيء في ذكر الله تعالى إن خفت ضايعه أو لم تجد من تضعه عنده تستأمنه عليه وعنه بي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتماً من وارق يعني فضة فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله بئر أريس كان سيدنا عثمان يتوضأ في بئر أريس فناول خاتم النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلماء يقولون أن ألفة المسلمين كانت مرتبطة بوجود هذا الخاتم فلما ضع الخاتم حدث ما حدث من قتل سيدنا عثمان ثم افتراق المسلمين بعد ذلك في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب ثم بعد ذلك تنازل سيدنا الحسن عن الخلافة لمعاوية وما آل إليه أمر المسلمين من الاختلاف على ملكهم بعد ذلك باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وعنه بي قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سلمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه وعنه بي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه وعنه بي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حمد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه وعنه بيه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبدالله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه وعنه بيه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه وعنه بيه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلطة بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله يعني لا أظنه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه وعنه به قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس ومعيقيب ده أسلم قديما وشهد بدرا وكان خادما لسيدنا عثمان بن عفان وأصبه الجزام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فص الخاتم جهة الكف حتى لا يجرح عند تناول الأشياء فلا يجعل فص الخاتم خارج كما هو مشهور الآن عند الناس بل كان يجعل فص الخاتم جهة الكف ليحفظه من أن يجرح أو يخدش أثناء تناول الأشياء باليد وعنه بيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر الصادق عن محمد الباقر عن أبيه اللي هو سيدنا علي زين العابدين قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما كل الأحديث السابقة كانت تدل على أن النبي كان يتختم في يمينه ثم ورد أيضا أن سيدنا الحسن والحسين وكثير من الصحابة كانت تلبس الخاتم في يسارها فدل على أن الخاتم في اليمين على سبيل الاختيار وليس على سبيل السنة فإذا كنت تستعمل يدك اليمنى والخاتم قد يعيقك عند استعمال يدك وأنت متختم باليمين فلك أن تتختم في يسارك وإذا كنت يعني لا تستعمل يدك اليمنى كثيرا وأن تكون مثلا أعصر تستعمل الشمال أكثر فلك أن تتختم باليمين فالأمر على الإباحة والله تعالى أعلى وأعلم وعنه بيه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنباءنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وعنه به قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم يعني كان النبي يلبس خاتما من ذهب قبل تحريم الذهب على الرجال فلما حرم الذهب على الرجال خلعه النبي صلى الله عليه وسلم وخلع الناس خواتيمهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يلبسوا الذهب والحرير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير وفي اللقاء القادم نكمل هذا الكتاب المبارك وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين